خلي أكيد طبعا يا كابتن أنا باتفق معك جدا كل الأهلوية الحقيقة شايفين ده لو عايز أروح معك لفكرة أنه موسيماني لو هنعدي كده الحاجات اللي طورها فنان في الفريق لو مثلا باتكلم على أن الاستحواز بقى بشكل أفضل الطلوع أو الطلوع على المرمى أو أن نحن نروح مرمى الخصب بقى بشكل أكتر بكتير من الأول حتى فكرة تطوير الدربات السبتة يعني إحنا آخر مبارتين تقريبا ثلاث أداف من كور سبتة أو من دربات سبتة أي تاني ممكن حضرتك شايف هو موسيماني ابتدى يعمل تجانس مع لعبة النادي الأهلي في فترة سيارة درقم واحد نتكلم بقى في الخطوط التانية كده نتكلم مثلا أن موسيماني ابتدى ما يبقاش فيه جاب ما بين الثلاث خطوط وبعضيها ابتدى يعرف كل لعيب واجبات بتاعته دفاعيا وهجوميا أو المكورة بتتقطع من كهرباء أو حسين الشحات أو أجاية أو أفشة بيعمل ارتداد سريع جدا لنص الملعب الحالة الدفاعية والضغط في نص الملعب على المنافس واستخلاص الكورة دي كانت واضحة جدا في الثلاث أربع مرشات الأخر قصوان في المبارات النهائي الكاس قدام طلاقة الجيش وقدر أن هو يحرز الهدف الأولاني وسيطر على المباراة من الاستحواز وبداية الهجمة من الخلف المدافعين برضو الأول كان فيه مشكلة أن المدافعين هذا الأهلي كان بيخش فيها جوان كتير كرات عرضية واختراك من العمق هو قفل الحتة دي ابتدى يعمل إيه؟ موسيماني ابتدى من الاتنين مساكين أن الراجل اللي هو ماسك زي مباراة الزمالك لما قفل على مصطفى محمد وقدر أنه يدايقه كان مع ياسر إبراهيم وآيمن أشرف ابتدى ياسر لعب مع أمان تومان جوة 18 وآيمن أشرف يعمل له صبرت بالإضافة للتغطية العكسية للباك رايت والباك ريف اللي هو محمد هاني وعلي معلوم ما بقاش فيه المساحات ما بقاش فيه المساحات خالص ودايق المساحات وزي ما قلت حدك من شوية أن الجاب اللي هو كان بعيد قوي ما بين نص الملعب والباكات اللي أربع المدافعين ابتدى يبقى فيه يعني عايز أقولك يعني قرب المسافات قرب المسافات شوية وابتدى فيه توازن ما بين الثلاث خطوط فدي نقطة مهمة جدا بالإضافة طبعا للتهديف عودة كهرباء عودة أفشة عودة الشحات مرعوم محسن بعد الفترات ياسر إبراهيم أيمن أشرف كل الناس الحياة السولية ديانج الشناوي ده وقت نشوف الهاف رايت والهاف لفت بيرجعوا مع الباكات بجانب طبعا الدفندرز هو بيبقى فيه مساندة ما بين الباك والهاف لما بيتضربوا في نص الملعب بيتلاقي لو الباك الشمال زي علي معلول متقدم بعد نص الملعب بيتلاقي جايه بيعمل سابورت أو بيعمل بيبقى باك ليفت مكان ونفس الشيء ناحية تانية من محمد هاني أو الشحات حتى أفشل لو بيبقى متواجد في رقم 10 في قلب الملعب كالصاني العاب بيرجع لنص الملعب يتعلم أنه يبقى مخربش ويقعرف أنه يبقى يدافع وده نقطة مهمة جدا لأن العالم كله بيعمل كده كله بيبقى تحت الكرة في خلال أثناء المباراة لما يكون موجودة كمان لما تكلمنا على 90 دقيقة الكرة لما يكون مع الفرقة دي أو الفرقة دي كله بيعمل ارتداد لنص الملعب بكله بيبقى تحت الكرة مع الضغط اللي بيبقى أقرب واحد للكرة هو اللي بيضغط وضطر حلم الضغط اللي هو راحت الناحة التانية استخلاص الكرة بيبدأ ويلعب على الهجمة المرتدة ده العالم كله بيعمل كده دلوقتي في حالة الكرة لما يكون على الفريق